اشتركوا في القناة جلالة الملك المفدى السامي مشيدا بما وصلت اليه قوة دفاع البحرين من جاهزية تامة واستعداد دائم بفضل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهاته الحكيمة التي اعلت من شأن هذه المؤسسة والتي وضع لبناتها الاولى واشرف على تأسيسها ورعايتها والتي ينظر اليها الجميع بعين الفخر والاعتزاز لما كانت ولا تزال تقوم به من دور مقدر في حماية امن الوطن والذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته مستذكرا من ضحوا بارواحهم من رجال قوة دفاع البحرين البواسل ايمانا منهم بمبدأ الولاء للوطن والاخلاص لملكهم المفدى وقائدهم الاعلى حفظه الله ورعاه واشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بدور منتسبي قوة الدفاع من الكفاءات الطبية الوطنية على صعيد التصدي لفيروس كورونا سائلا المولى عز وجل ان يحفظ ملك البلاد المفدى وان يبقيه عزا وذخرا لمملكتنا الغالية اشتركوا في القناة